وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى جولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة إلى رغضة أبولي لا نتحول إليك رغضة أهلا بك تفضلي أهلا بكم وشكرا لكم أنها توفيق ومصطفى ميزارة إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية والبنك المركزي لوضع خطة عمل لزيادة الصادرات خاصة إلى الأشقاء في إفريقيا جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية حيث أكد مدبولي أن هناك اهتماما من الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة لافتا إلى عقد اجتماعات عدة لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات أكد وزير البترول طارق الملة وجود خطة للتوسع في إنشاء محطات الوقود الجديدة يتم تنفيذها ضمن أهداف الدولة التنموية ولتلبية احتياجات مرتاد الطرق والمحاور الرئيسية أشار الملة إلى أن محطات التموين والخدمة الجديدة تشهد تطورا ملحوظا وتقدم خدمات متميزة لأصحاب السيارات نؤكد على دعمنا للقطاع الخاص ودعمنا للشركات العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها وإزالة أي معوقات قد يواجهنها في إصدار موافقات أو ترخيص أو غيره من المعوقات البيروقراطية التي قد يصادفونها وبالتالي كل الدعم لهم وكل التوفيق وكل النجاح أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال البحرية لتحقيق التقارب المستهدف بما يحقق المصالح المشاركة وخلال لقائه مع رئيس مجلس برصة البلطيق للشحن البحرية أوضح ربيع أن عمليات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة حظيت باهتمام كبير خلال سنوات القليلات الماضية من جانبه أكد رئيس مجلس برصة البلطيق أهمية قناة السويس كإحدى أدعائم الأساسية لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية إلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي تراجع رأس المال السوقي بنحو 877 مليون جنيه لغلاق عند مستوى 680.499 من ألف مليار جنيه على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9687 نقطة ليتراجع بنسبة 2% لغلاق عند مستوى 9685 نقطة كما فتح مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2217 نقطة ليغلاق متراجعا بنسبة 91% عند مستوى 2213 نقطة وفتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3140 نقطة ليهبط بالنسبة 78% لغلاق عند مستوى 3115 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.51% جنيه للشراء و19.58% جنيه للبيع اليورو وصل إلى 19.12% 19.20% الجنيه الإسسليني 21.77% 21.86% الدرهم الإماراتي 35.35% أخيراً أريال السعودية وصل إلى 5.18% و5.21% في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1665 دولاراً للأقية محلياً وصل عيار 18 إلى 930 جنيه للجرام أم عيار 21 فوصل إلى 1085 جنيه للجرام عيار 24 وصل إلى 1240 جنيه للجرام أخيراً الجنيه الذهب وصل إلى 8680 جنيه وأن التخفيضات الطوعية من قبل الدول الأعضاء يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك مما يجعله الخفض الأكبر منذ عام 2020 وسيعقد الاجتماع الذي سيبحث التخفيضات في الخامس من أكتوبر الجاري على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلب حاد في الأسواق على مدى شهور مما دفع السعودية المنتج الرئيسي بأوبك إلى القول إن المجموعة يمكن أن تخفض الإنتاج نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى نهاو مصطفى شكراً جزيلا لك رغدا